أنا كنت أول مدخل تسقيف فظيع جداً لأن عارفوا أنه جي الأم وبعدين هي ميتة فالواد بيتخيلها يعني هو الواد مش شايفني وبعدين على إيه الوصية أول أساس خالد جلال ما قال لي عندي مصرحية عنوانها كذا كذا وهتعمل للأم بس هي ميتة فإحنا إيه الواد بيستحضرها قلت له قوي ده أنا أبقى سعيدة جداً لما أعمل ده مين الولد قال لي محمد ميدو قلت له ده أنا عاملة أمه في مسلسل وخدت جايزة على الجنازة بتاعته من الجيش يعني أنا لما طلبوني وقالوا ليك جايزة في الحفلة بتاعت كل من ساهموا في إظهار الجيش بشكل محترم هيتكرمه قلت طب أنا مالي وبقيت مستغربة أنا رايحة ليه وقعدت في الحفلة يطلع عزة العلاي اللي يجيبوا له الصورة بتاعته لما عمل زابط وفي إلات ومحمود ياسين طب أنا بعد شوية لقيت الجنازة بتاعت ميدو في المسلسل بتاع عدل إمام رئيس والأستاذ ورئيس قصم أنا كنت ماشية في الجنازة بعيط كنت بعيط فعلا يعني وفجأة لما رفعوا الجيء الصندوق ده لقيت نفسي رحت مزغرط دموعي نزلة وبزغرط هذا المشهد الجيش كرمني عليه ودني بتاع قد كده زي دول قد كده فأنا بإحساسي بشتغل لما قال لي بقى على الوصية أم شهيد قلت له ده أنا عملت الأم الشهيد وحاجت له الحكاية قال لي ده احنا ميدل معنا بقيت سعيدة جدا أنا ايه هعمل مصرحية كده بعدين قصة شهيد في حقيقية مؤثرة جدا هقولك يعني عملت ايه حفيدي حفيدي شاب لما حضر هم حضروا يوم الافتتاح خارج جزع لأمه قولها ما خليفتيش واحد كمان ليه عشان كنت أخش الجيش شوف تأثير شكله ايه في الشاب انه ليه أمه ما خلفتش ولد تاني عشان هو يتجند فأنا قلت المصرحية دي لازم كل شباب مصر يشوفوها قلت لهم أروح أقابلكم رئيس الجامعة ونروح نعملها هناك في القاعة بتاعتهم قالوا عشان الكورونا دلوقتي مش بيسمحوا بالحاجات دي وكده ووعدونا القوات المسلحة كانوا طبعا هم مراجعين كل حاجة وحضر يوم البروفا الجنرال عشان يشوفوا ولا يكونوا فيها حاجة تمسي الجيش أو حاجة بالعكس اتبسطوا جدا وعجبتهم قوي وقالوا تيجوا تعملوها في الجلاء فراحوا شافوا بتمهندس الدكور شاف الجلاء لقى أديق من إن يتركب فيه الدكور ده فقالوا طيب نجيب الجنود يعني بس الكورونا بقى وقفت الشغلات اشتركوا في القناة